معكم هديفن سليمان وسأتبحث في مجال علم السياسة وعلم الشماء الإعلام حاصل على دكتورة في علم السياسة من معهد دراسة سياسية بجامعة جرنوبل ألف وسأقدم لكم نتائج وخلاصات مهمة في موضوع نشرته سنة 2020 كتاب عنوانته أو موت المفكر وولادة الباحث سأقدم لكم ضمن برنامج اللقاء مع باحث على موقع اليوم 24 أشكركم على الاستضافة هذه النتائج والخلاصات في الحقيقة لكل كتاب تاريخ وقصة ولهذا الكتاب أيضا تاريخ وقصة بدأت أطوار الفكرة الأولية تتبلور بين سنة 2009 و2010 عندما كنت طالبا باحثا داخل معهد دراسة سياسية بأكس جنوب فرنسا ما أثر انتباهي أنا ذاك نجيت من علم الاقتصاد ومن العمل في المجال التواصل والصحافة التربوية وانتقلت إلى عالم البحث العلمي فما أثر انتباهي أنا ذاك هو كيف يتم البحث ما كان يقال ويكتب عن العالم العربي والإسلامي باعتبار أنني اخترت سياسة المقارنة في العالم العربي والإسلامي وأثر انتباهي ما كان يكتب ويقال في موضوع العالم العربي والإسلامي من طرف متخصصين فرنسيين في علم السياسة نقشت الموضوع أنا ذاك مع مجموعة من الزملاء والخلاصة المهمة التي توصلت إليها فيما بعد أنه انتقلت من خصوصية الظاهرة ظاهرة الباحثين المتخصصين الفرنسيين في مجال العلم السياسة إلى عمومية أو كونية ظاهرة البحث العلمي وظاهرة الباحث بشكل عام وهذا اللي وصلني إلى الخلاصة الأساسية اللي هي عنوان الكتاب حول موت المفكر وولادة باحث جديد اعتمد على مجموعة من التقنيات مقابلات أجريتها مع باحثين عرب وأجانب اعتمد على ملاحظات تقريباً عشرين مقابلة أجريتها مع باحثين عرب وأجانب ملاحظات قمت بها في مجموعة من المراكز الباحثية إضافة إلى تأملات وقراءات قمت بها للوصول إلى أطروحة موت المفكر وولادة الباحث أعتبر أن الدور المفكر تراجع بشكل خطير وكبير في العقود الأخيرة لأسباب وعوامل مختلفة الأطروحتين الأساسيتين التي نقشتهم في الكتاب الأطروحة الأولى هي أطروحة ذات طابع ديمغرافي مفادها أن التراجدية الديمغرافية التي يعيشها العالم اليوم تحت وطأة 8 ملاير نسمة تعبر عن ما اسميته عصر اللهو بالتكاتر الأطروحة الثانية هي المتعلقة بعنوان الكتاب يعني بموت المفكر أو تراجع دوره وبروز باحث جديد متحيز جماعي عقلاني مستطر وفي خدمة السلطة حينما أتحدث عن السلطة يعني السلطة بصفة عامة يعني السلطة في معناها العام السلطة السياسية وقد تكون أيضا سلطة أكاديمية سلطة تخصص معين سلطة مدرسة بعينها وسلطة تيار أو فكري معين قد يسأل سائل أو قد يتساءل ما يجمع بين الأطروحة الأولى والأطروحة الثانية في الحقيقة ما يجمع بينهما هو مسألة أو تقافة الكم والعدد القراءات الديمغرافية السائدة حتى عند كبار ديمغرافيين تعتبر بأن عدد السكان في العالم اليوم راجع إلى ارتفاع مستوى الشيخوخة اللي هو بنفسه راجع إلى مستوى التقدم العلمي والبحث وارتفاع مستوى الطب في الحقيقة هذه قراءة أولية أنا اعتبرت أن تقافة الكم وتقافة العدد هي العنصر الأساسي فيما يعيشه العالم اليوم وهذا تقافة الكم والعدد جاية من مفهوم الحداتة الحداتة في الكتابات السائدة في الكتابات الفكر المغربي والعربي المعاصر غالبا ما عالجت مسألة الحداتة باعتبارها مسألة فلسفية مرتبطة مثلا بمفاهيم الحرية والعلمانية وعلاقة الحداتة بالدين بالنص القرآني إلى آخره لم يتطرق إلى الحداتة باعتبارها تعبر عن مجموعة من الآفات لأفات الديمغرافية والاقتصادية والنفسانية والاجتماعية والتكنولوجية المقاربة الجديدة هي رؤية الحداتة بشكل مختلف باعتبارها مجموعة من الأطروحات المرتبطة بعضها ببعض ارتباط وثيق كان أطروحات النمو في الاقتصاد ويمكن حتى في النمو الديمغرافي كان أطروحات المنافسة التي تنشاهدها في مجالات وقطاعات مختلفة أطروحات الحركية المتسارعة في الزمن كيف هناك باحث مهم ألماني من مدارسة فرانكورت هارموت روزا كتب عن مفهوم التسارع وكتب عن نقد الشماعي للزمن في ضوء ما سماه المجمعات الحداتية المتأخرة وهناك أطروحات التقافة أطروحات الكم والعدد في الأطروحات لا رجعت السؤال من قتل المفكر أو ما الذي سهم في موت المفكر سأقول بشكل مستفز أن الحداتة نفسها هي التي قتلت الفكر المفكر وتضاهر مجموعة من العوامل الأخرى تضاهر مستوى التعليم في مختلف المستويات تضاهر الفكر النقدي عدم القدرة على طرح أسئلة جيدة وعميقة مسألة التخصص والوظيفة إلى آخره لم أشتغل على المتقف المغربي بشكل خاص شغلت على البحث العلمي بشكل عام يعني انطلاقا من علم السياسة من علم الشماع من الأنتروبولوجيا عملت مقارنة بينها تخصصات كثيرة ولكن كان الهم ديالي هو الخروج من خصوصية نموذج باحث مغربي ومتقف مغربي إلى عالمية أو كونية النموذج اليوم الإشكال أننا انتقلنا من الباحث إلى الخبير سؤال هذا سؤال مهم ما ينبئك وما يحدثك مثل خبير إذا شفنا الأمر من هذه الزاوية مع بعض الأصدقاء ناقشت الموضوع وبعضهم اقترح لي أننا نغير العنوان ليل الكتاب The Penseur est mort, vive l'expert أو موت المفكر وولادة الخبير أعتقد أن حداثة باعتبارها مبنية على عدم الاستقرار وعدم على التغيير المستمر لا أستغرب غدا بعد عشر أو عشر سنة أن نصل إلى نوع آخر من المتقفين يمكن أن نتحدث على متقف اصطناعي ومتقف آلي بما أننا نتحدث اليوم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن هذا النموذج المتقف الاصطناعي والآلي سيعوض في يوم من الأيام دور الخبير كما عوض الخبير ودور الباحث ترجمة نانسي قنقر